حار العلماء في تصنيفها الفحوصات أكدت أنها الأغلى في العالم سعر الجرام الواحد تجاوز عشرات الألاف دولار جرى العثور عليها بكميات ضخمة وما زالت عمليات البحث مستمرة سكان أنفاق الملايين في سبيل شراء أجهزة حديثة تمكن حاملها من الوصول إلى المادة الأعجوبة تعد سوريا واحدة من البلدان التي تسبح وفوق بحر من الثروات والموارد الطبيعية غير المكتشفة حتى يومنا هذا ما زالت أرضها تخفي في باطنها ثروات طبيعية هائلة ومواد تضاهي المعادن الثمينة والذهب في قيمتها ومطلوبة في الأسواق العالمية بكثرة ولأول مرة في سوريا توصل خبراء إلى مادة نادرة تضاهي الذهب ويصل سعر الجرام الواحد منها اليوم في الأسواق العالمية إلى نحو عشرة ألاف دولار هذه المادة هي الزنجفير التي يستخرج منها الزئباق المنطقة التي عثر فيها على الزنجفير هي محافظة الحسكة وتقع شمال شرق سوريا وأشار الفحص إلى وجود العديد من المواقع التي تزخر بهذه المادة بالقرب من مدينة الحسكة منطقة التلال الأثرية التابعة لمحافظة الحسكة تعتبر من أغنى المناطق بالثروات الطبيعية والكنوز الفريدة من نوعها وما زالت كمية كبيرة من مادة الزنجفير التي تحتوي على الزئباق مختبئة داخل التلال المنطقة أصبحت محطة أنظار العالم والشركات العالمية الكبرى التي تتصابق في الوقت الحالي من أجل احتضان تلك الثروات النادرة والحصول عليها قبل غيرها من الدول والشركات ويعتبر الزنجفير مادة معدنية يجرى استخراج الزئباق منها حيث تدخل هاتان المادتان في الكثير من الصناعات الحساسة لذلك فإن قيمتهم عالية جدا حيث تعادل قيمة الجرام الواحد ثروة هائلة ونظرا لارتفاع سعر الزنجفير والزئباق المستخرج منها فإن سكان منطقة الحسكة بدأوا في الأوينة الأخيرة يركزون بشكل كبير على البحث عن هذه المادة حيث إن من يحالفه الحظ ويعثر على كمية صغيرة من هذه المادة فإن حياته ستقلب رأسا على عقب بين ليلتين وضحاها ونظرا لارتفاع ثمن هذه المادة فإن بعض أهل المنطقة استعانوا بأقربائهم في دول الاغتراب فأرسلوا لهم أموالا لشراء أجهزة حديثة للكشف عن المعادن والمواد الثامنة تلك الأجهزة بإمكانها أن ترصد مكان تواجد المعادن الثامنة والكنوز على عمق يصل حتى ستة أمتار تحت الأرض ولعل أكثر منطقة بالقرب من الحسكة ومعروفة بتواجد مادة الزنجفير فيها هي منطقة تدعى جبل عبد العزيز بالإضافة إلى موقع آخر يسمى قلعة سكرى فضلا عن تواجد الزنجفير في تل العبد وتل حلاف الباحثون عن الزنجفير وبعد عثورهم عليها يقومون بوضعه في أكياس على شكل مادة خام لبيعها للتجار أو للتعامل بها واستخراج الزئبق منها ومن ثم بيعه حيث يصل سعر الجرام الواحد من الزئبق إلى حوالي عشرة ألاف دولار في حين يساوي كل جرام من الزنجفير الخام نحو ثلاثة ألاف دولار ترجمة نانسي قنقر